ول يعني نعرف سياسة إيران بالنسبة لإسرائيل من التصريحات الإيرانية يعني أكثر من مسؤول إيراني بما فيهم السيد الخامنائي قالوا بأننا نريد إزالة إسرائيل من الوجود يعني اتصور إيران ليس لديها القنبلة النووية وماذا تفعل في عدة دول عربية مثل لبنان مثل السورية العراق واليمن ماذا سيكون الوضع إذا استطاعت إنتاج القنبلة النووية بإمكانها إذا أراد الخامنائي أو من يأتي بعده إذا اتبعوا نفس السياسة بإزالة إسرائيل من الوجود كيف يمكنك إزالة إسرائيل من الوجود بدون استعمال القنبلة النووية لذلك يخشى أنه إذا إيران أنتجت القنبلة النووية هذا يعني بأنها قد تدرب تستعملها ضد إسرائيل لذلك هناك خوف كثير أضف إلى ذلك العنصر العربي هناك دول يعني اتفقت مع إسرائيل على إقامة علاقات ديبلوماسية مثل مصر، الأردن، دول الإمارات، البحرين وغيرها هذه الدول سوف يكون عليها خطر من القنابل أو القنبلة النووية التي تنوي إيران إنتاجها لأنه بإمكانها استعمالها بإمكان استعمال هذه القنبلة ضد أي بلد آخر